أخبار سعيدة كمل الماتش وربحة أنس جيبر 6-1-6-0 جاه المذاعمة على المقابلة ويهني فيها قال هاليوم فرحة كبيرة اليوم أنت أكيد فرحانة برشة بالانتصار هذي نوع من الغوفانش عاد أنس جيبر تبكي في الميكوه هذا تقول له لحقيقة من نجمش نفرح معاليا عايشينه في العالم الكل تتأثر بطريقة كبيرة يقول نفهم التأثر متاعك لكن نجم ونسرقه وقت صغير تاخه فيه دقائق تفرح به أنت بالانتصار متاعك قتلوا من جمش نرا قاعدين أطفال يموتوا في غزة وأنا نفرح تقرر زادة في المباشر أنها تقول تعطي جزء من الجايزة متاحة المالية لأطفال غزة وفلسطين وتقول أنا الهنا ما نيش نحكي على السياسة أنا الهنا نحكي على الإنسانية قلت لهم نغمل ما نحكيه على التنس لكن لازمنا نحكيه على الإنسانية ومقطع دار برشة برشة أنا مش بش ناخذ الكلمة بش نشكر أنس أنس اللي عملت وميستحق الشكر يتكلم على روحه واحده أنا مش ناخذ نفس الإكزامبل بنفس المدينة اللي ما مش عملو في القمة العربية اللي هي الرياض في السعودية أيامات التالي عملوا التجمع الكبير سبورتيف إذا كانت على ما ما جبنس وجبوا فيه الممثلين متاع العالم الكل والسبورتيف متاع العالم الكل موسم الرياض صحيح في أحدث ثقفة مختلفة شيخ التركي شيخ صحيح جبوا الكل الممثلين اللي ما تخيلهم شو مخاكم الكل موجودين وكريستيانو وانسي دوسوتي معملو حتى لمحة على فلسطين معملو حتى لمحة على اللي قاعد يصير أكلكو كيلومتر من الرياض دونك كما أنت الإكزامبل متاع سايدة لابكرني وجبوهولو بعد مدف هذا ما نسحقوش نقول يعني أعطيكم أنا الإكزامبل ونز جيبر في المكسيك ربحت وهذا فلوس ومليارات وعبيت جايب الفلوس أنا كي نجيبه بالفلوس نبدلوا رايو نسيولوا رايو على أنا كيفاش نحب نمشي الراي العام نذكر بربي سمحني على ذكر المقابلة متاع البوكس نذكر مرة ثم بوكسور يظهلي أوكراني الدكتورة ديتا عنده دكتورة ديتا وبوكسور من الزيير فهمني ولعبوا مع بعضهم من الجولة الثالثة في الجولة الثالثة الانترونير متاع الزيير رمال منديل رغم اللي المقابلة تقريبا مزلت كي بدات فهمني سألوه قالوا له عاش بيك عليش رميت المنديل فهمني ثلاثة جولات البوكسور متاع الزيير ما مسش البوكسور الأوكراني فهمني وليت تلمو ثقف قالوا محسيته يضرب في الجوار متاعي بالكتب على رأسه فهمني تلمو كل شي محسوب وثقف أنجابر تضرب بالإنسانية اللي فهم بالجانب الإنساني اللي فهم ما تنج متشد حتى شي على خطابها لأنه تعرف لهنا يا نجم يلعبولك على آره وكل شي حياة والتنس أنا بجي نحكي على الجانب الإنساني ومهم وحنا لهنا في ديوانا فهم اللي هزتنا زادة هو الإنسان اللي فينا نعرفوش نعمل السياسة نحنا والحسابات وشكون مع شكون وكذي نحكي تنك باشر هو البرح أنس جيبر نوسا وزيرة سعادة كما قلو لها نحنا جيبت الربح في الطرح وجيبت الربح زادة في الإنسانية لأنه صحيح أنك تقول كلمة الحق زادة في حد ديتها مقاومة نعرفو التضييقات الكبيرة اللي صارت الأنس جيبر مؤخرا زادة أيوب الحفنوي واللي السارة معاه وما ينتج عنه ونجم ما ينتج عنه زادة لكلام امتاع البرح لكن رغم ذلك ما خفتش قالت كلمة الحق كاليش تاريخ بشي شدلة هي وبرشا رياضيين أخرين قالوا كلمة الحق في الأمور هذية دونك نوسا هي الفخر بالحق شكرا نوسا شكرا أنس جيبر هو قال رافع الموقف المتاحة ما يحتاج الشكرا مانا كومين بش نشكر نقولها شكرا أنس جيبر على خطرها رمز حقيقي على خطرها أيقونة حقيقية على خطر نتائج الرياضية فقط في حد ذاتهم تاريخ تكتب دجا لكن زيدة على خطر القيم اللي تصدرها في كل مرة أنس جيبر تتكلم تتكلم بلطف شديد مع الناس الكل تتكلم باحترام كبير للي يكبرها سنن وشهرة وقيمة في العالم وتتكلم ببرشا التزام زيدة واليوم تكلمت بموقف مع الإنسانية ومع حقوق الإنسان وهذا منجم كان يزيدها طبعا يزيدها كما أنت قلت الكبير كبير المواقف وأنت كبيرة يا أنس جيبر أخبر به